إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة الكرام أنتم نتكونوا بخير وعلى خير أفصحة جيدة مرحبا بكم في حصة شاملة وملخصة شاملة لعلوم التربية أولا سوف نعرف ما هو التربية التربية هي الفعل الذي يتدخل من خلاله الكبار في حياة الصغار من أجل تأهليم للعيش داخل المجتمع تعريف الثاني الذي يجب أن نكون عارفينه هو البيداغوجيا البيداغوجيا هي الطريقة التي يعتمد عليها المدرس من أجل إيصال المعلومة إلى التلميذ بشكل فعلي يعني الطريقة كيف ندوذ الدرس التلميذ هذه البيداغوجيا هي بزوف زيال الأنواع الولانية هي بيداغوجية المشروع ما هي هذه بيداغوجية المشروع؟ هي طريقة يقوم بها المعلم وذلك من خلال إعداد مشروع داخل القسم ليشتغل عليه التلميذ هذه الولى ثانية هي بيداغوجية الخطأ وترتكز على أن الخطأ هو أساس وستراتيجية للتعلم وتوجد ثلاث أنواع من الخطأ الخطأ الذي يكون عائد إلى المدرس والخطأ الذي هو عائد إلى المتعلم والخطأ العائد إلى طبيعات المعرفة المدرسة الثانية هي بيداغوجية التعاقد وهي تستخدم العقدة كوسيلة للتربية والتعلم ونعرفها بكونها تنظم وضعيات التعلم وكان نركز إلى ثلاثة الحاجة تحرية الاقتراح التفاوض حول العناصر التعاقد الإنخيرات المتبادل في إيجاح التعاقد البيداغوجية الرابعة هي طلبة الأعزاء الكرام هي بيداغوجية الإدماج وهي صيرورة دهنية يدمج من خلالها المتعلم معارفه السابقة باللاحقة فيعيد بنيتها ويطبقها في وضعية جديدة يعني دكشي اللي كان خدا في الحصة السابقة مع اللاحقة كي يرون فيرميليا باش يعطينا هذا بيداغوجية المجموعات وهي كنحاول أننا نشكله خلق مجموعات داخل الفصل الدراسي لبناء روح المنافسة بين التلاميذ بيداغوجية اللاعب هذه البيداغوجية كتير تكز على أن اللاعب هو أساس للتعلم يعني خاصة نخليه واحد لسباس التلميذ أنه يلعبه ويعبر باش أنه يتعلم كان البيداغوجية الفارقية وهذه تأخذ بعين اعتبار على وجود فروقات بين التلاميذ داخل الفصل يعني كل التلميذ ودرجة الفهم يقدر هذه الفروقات يكونوا راجعين فروقات معرفية سوسيوتقافية وسيكولوجيا كينا بيداغوجية هذه المشكلات هذه بيداغوجية هذه المشكلات تعتبر أن المشكلة كنت أعطيه من خلالها إشكالية يحاول من خلال التلميذ أن يجد لها حالا وهنا كي يخدم دماغ دياله وكي يخدمه هذه هما البداغوجية اللي كي نيه بالنسبة لنظاريات التعلم هي نظاريات تم وضعها وتطويرها وكانت أول المدارس الفلسفية التي وضعتها هي المدارسة السلوكية في بداية القرن الواحد والعشرون وقد ظاهرت هذه المدارس في تاريخ 1912 وبالضبط في الولايات المتحدة كي نظارية السلوكية ويعتبر باعفروك أحد مؤسسيها وطورها كل من واتسون واسي كينز ترتكز حول مفهوم السلوك يعني كتبازع للسلوك والعلاقة دياله بعلم النفس ويعني هذه النظارية السلوكية باختصار تقوم بقياس وملاحظة سلوك يعني كنشوف من خلال السلوك ديال المتعلمين داخل الفصل الدراسي كي نظارية الجوش تلطية هم روادها كولر وكوف كفردهر عكس السلوكية كتنطالق من الكل إلى الجزء وتعتمد على مفاهيم الإدراك والاستبصار وهي كتنحاول من خلال نحاول ندرس الإدراك كين النظارية المعرفية وروادها وتعرض فنوفاك ترتكز على الجانب المعرفي وللمتعلمين من خلال طريقة تلاقيه من المعلومة واستعابها سيبون كين عوتاني النظارية البنائية يعني شكون طورها إند هاغون بيجي وكتر تركز حول في نظرية التعلم والنمو لدى الأطفال وقوامها أن الطفل يكون نشيط في بناء أنماط التفكير نتيجة نتيجة تفاعل قدرته الفكرية مع الخبير نكن نركز من خلالها على بناء 200 تعاقد الدكتكي أستاذ شنوى التعاقد الدكتكي باختصار شديد تعاقد الدكتكي هو اتفاق صريح مبني على مجموعة من القواعد التي يتوجب على الأستاذ والمتعلم القيام بها في إطار علاقة بداغوجيا يسودها الإحترام يعني هذا مجموعة من القواعد التي تتربط ما بين المتعلم والمعلم باش نبسط المعرفة الوضعية المشكلة كينين فيها ثلاثة كينة الوضعية هي موقف أو تجربة حياة يمكن للمتعلم بكل سهولة أن يدركها أو يختبرها الوضعية المشكلة هي وضعيات تعليمية يواجه المتعلم وحالة يتصرف فيها عندما يكون أمام موقف مشكلة المشكلة تكون إما مأزقا منطقيا أي مفارقة أو مأزقا سيكولوجيا حيرة أو إحراج يطرح نفسه بإلها حيث لا يمكن للتلميدي أن يتخذ إذا أو أي موقف يعني المشكلة هنا ما يقدرش تلميذ إفكها يعني أدوه مثلتها الخصائص ديالها الخصائص الوضعية المشكلة خاصية الإدماج يعني أن يكون فيها المتعلم فاعلا وشريكا أساسيا في إنتاجية في الإنتاجية خاصية طرح المشكلة أو المهمة المعقدة أو اللغز المحاير أن تتصف بالمقاومة أو بدرجة من الاستعصاء على الحل انتضامها حول عائق سيسعى المتعلم للتغلب عليه خاصية لاديدكسيكية أي أنها تنجز وتناول داخل الحدود الفضاء الدراسي يعني أن تكون جديدة بحيث لم يسبق للتلميذ أن واجهها أن تكون ذات سياق اجتماعي مرتبط بواقع وعندها مجموعة من الأهداف تربية على التقاء بالذات والتعبير بحرية تنمية قدرة المتعلم على التواصل والبرهنة والحجاج تنمية قيم التعاون من خلال البحث عن حلول داخل الفصل تعلم كيفية مواجهات وتحدي المشاكل والعراق والصعوبات بنسبة الديداكتيك الديداكتيك لغة ولفظ قديم أصله من الكلمة اليونانية الديداكتيك ويعني كل ما يختص بالتدريس فان التدريس ما نقول الديداكتيك نقصد به فان وطريقة التدريس وإصطلاحا هذا الدبال الذي أعطيتكم لغة إصطلاحا هو الدراسة العلمية والعملية لمحتوية وطرائق التدريس يعني كيفية نوصل المعلومة سي بون وهنا الديداكتيك لدينا جزء الأنواع كان الديداكتيك الخاص يعني هو عملية التدريس أو تعلم لمادة دراسية معينة يعني مثلا كان الديداكتيك الإسلامية طربية الإسلامية كان الديداكتيك ديال علوم طريقة تدريس مادة علوم الحياة والأرض بعدها الديداكتيك الرياضية يعني طريقة التدريس الرياضية كل مادة عندها طريقة التدريس ديالها وكان الديداكتيك العام يسعى إلى تطبيق مبادئها وخلاصة نتائجها على مجموع المواد تعليمية يعني هنا طريقة التدريس التي تكون مشتركة ما بين جميع المواد وتقدم المعطيات المشتركة لتدريس كل المواد بصفة عامة المطلة الديداكتيك ما هو مطلة الديداكتيك مطلة الديداكتيك وفيه ثلاثة العناصير ما هو ثلاثة العناصير فيه الأستاذ فيه المتعلم وفيه المعرفة بالنسبة العلاقة التي تربط ما بين المعلم والمتعلم كتسمى العقد الديداكتيك العلاقة التي تربط ما بين المتعلم والمعرفة كتسمى التمثلات العلاقة التي تربط أيضا ما بين المعلم والمعرفة كتسمى النقل الديدكتيكي يعني في صد هارم كان المتعلم المعلم العلاقة بينهم العقد الديدكتيكي المعرفة والمتعلم كتسمى التمثلات ما بين المعلم والمعرفة كتسمى النقل الديدكتيكي النقل الديدكتيكي هي عملية كيف المعرفة أو المادة المعرفية مع المتعلم فهو العملية التي تساعد على نقل المعرفة من مستوها العام إلى مستوها التعليمي يعني هي كيفية تسهيل وتبسيط مضمون المادة السليب وطرق التنشط هي إجراء خاص تقوم به داخل القسم بغية الوصول إلى هدف معين وهي مجموعة من الآليات التي نعتمدها من أجل تحفيز وإشراك المتعلمين في نشاط معين داخل الفصل الدراسي يعني من بينها التقنية كينا تقنية فليس دراسة الحالة الشهادة لعب الأدوار والعصف الدهني وشنها هي تقنية فليس هي تقنية ينقاسم فيها المتعلمون إلى مجموعات وكل مجموعات يكون فيها سبعة تلستدل تلامد وكان طلبهم منهم يديروا واحد النشاط داخل الفصل تقنية دراسة حالة كان أعطيه فيها واحد الحالة أو لواحد الإشكال متعين وتلميذ كي يحاول أنه يتناول ذلك الحاجة ويجاوب عليها تقنية الشهادة ها من خلالها كان طرحه واحد الموضوع للنقاش حول ظاهرة معينة تقنية لعب الأدوار هي تقنية يتطوع فيها جماعة من المتعلمين يقومون بأداء أدوار فيما بينهم داخل القسم أو يختاروا الأستاذ واحد منهم من أجل تقمص دور معين مثلاً ديالوج دولار كرسيني مثلاً ديالوج اللي كتعطيل تلامد في القسم هذا احتور كي تسمى تقنية لعب الأدوار تقنيات العصف أو الزوبعة تعتبر من التقنيات المهمة في تسيير الفصل الدراسي مفادها أن الأستاذ يدعى الطلميد أمام مشكلة ويتطلب فقط حلاً واحداً لا يتطلب فقط بل حول متعددة مثلاً ظاهرة الإنتحار السبب ومتعددة تتطلب تقنيات وقدرات عالية للتفكير هنا ما هي الجدادة؟ الجدادة هي عبارة عن بطاقة تقنية يعني هي واحد البطاقة يقوم بها المدرس ما هو الهدف من هذه الجدادة؟ يعني بحل قلتي البلان بحل تصميم ديال الدرس وكيفاش غادي تدوس ديك الحصة يعني مثلاً المهندس كي يصيب واحد تصميم ديال واحد العمارة هذه غادي تبنانة غادي يكون فيها أربعة إطاش كده كده الجدادة حتى يعني تصميم للدرس والحصة وكيف ستكون الجدادة تكون فيها التاريخ اسم المؤسسة والنيابة اسم الأستاذ المستوى المادة رقم الوحدة وعنوان ديالها الفاصل الغلاف الزمني المخصص الكفايات المستهدفة والأهداف التربوية كفايات المستهدفة يقصد بها أهداف التعلم على المدى البعيد والتي يجب على المتعلم أن يكتسبها في كل درس المؤدة للوسائل الديدكتيكية هي تلك الوتائق التي يعتمدها الأستاذ في بناء التعلمات بحث الصبورة لدوات العندسية الكتب المدرسية الدردشة المكتسبات القبلية هي ما رأى وما اكتسبه التلاميذ خلال المستويات السابقة الأهداف التربوية ما يطمح إليه الأستاذ ويريد الوصول إليه من خلال الدرس الأنشطة تعليمية وتعلمية يكون فيها نشاط الأستاذ الدور ذي له هو تحفيز التلاميذ ونشاط التلاميذ هو تجاوبه مع ما يفعله الأستاذ التقويم ما هو التقويم الهدف منه هو تمكين وتحكم تلاميذ من مكتسبات الدرس الذي قدمه الأستاذ تخطيط إلا جنا نعرفه أو لا تخطيط الدرس هو مجموعة من التدابير المحددة التي تتخذ من أجل تحقيق هدف معين يعني هو عملية اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه مستقبل بحيث ننطلق من أين نحن الآن إلى أين نريد الوصول إليه الشروط بشهد التخطيط يكون مزيان أن يكون واقعيا وقابلا للتحقيق يحدد أفضل استراتيجيات يشمل كل الجوانب العاملية والتعليمية إلى آخره الأنواع ديال التخطيط كانت تخطيط طاويل المادة يعني بحل التخطيط السنوي وهو عندما يأخذ الأستاذ مقرر الدراسي ويقسمه إلى أسابيع ووحدات ثم إلى فترات كانت تخطيط متوسط المادة وهو أن تخطيط الوحدة أو مجال أو فترة معينة يعني مثلا ذلك الشيء الذي ستشرح مع تلمد في شهر شهرين إلى آخره تخطيط قصير المادة الذي هو رقم ثلاثة يعني يتضمن الأسبوع أو المذكرة اليومية الأستاذ يعني ذلك الشيء الذي ستقرف ذلك سيمانة بالنسبة للتقوي تقويما سيدي هو تقويما أستاذ بغيت نعرف ما هو التعريف دياله هو قياس الفرق ما بينه هو حاصل وما بينه يجب أن يكون وهو عملية إصدار حكم حول مردودية العملية التربوية في ضوء الأهداف المتوخت منها نسبة لوسائل تقويم يعني تقويم باش نلقاوا الفوارق والتغارات اللي كينما بين تلمد يقدرها تقويم كتديرو في بداية الطورة أو للأستس وسائل تقويم هو طرح الأسئلة طريقة العصف الديني المراقبة المستمرة والامتحان يعني كباش غد يتعرف لمستوى تلمد وشهادة يفهم زيان وش ما يفهمش إلى آخره كين تقويم تشخيصي فهو يكون في بداية الحصة أو الضورة أو العام كين تقويم تكويني وهو عملية متابعة تعلمات المتعلمين سواء أطناء الحصة أو الوحدة تقويم الختمي أو للإجمالي أو للنهائي أو للإشهاد وتقويم في نهاية الحصة لمعرفة مدى تمكن واستعاب المتعلمين لتلك المعرفة شنو الأهداف دي لها التقويم مساعدة المعلم على معرفة جوانب النمو لدى التلاميذ يساعده على جمع البيانات نحو الأهداف المسطرة الإسهام في إمداد المتعلمين بالطرق المتنوعة لك سيتعاونهم في تحصيل العلمي دي لها الإختبار هو مجموعة من الأسئلة التي يجيب عنها المتعلم بكيفية محددة سواء شفويا أو لدحريريا أو لعمليا القياس هو تقدير عامي رقمي تقييم وإصدار حكم في ضوء معايير محددة إذن تقويم أهم وأشمل من التقييم والقياس والإختبار ما هو الدعم؟ يعد الدعم مكوناً أساسياً في العملية تعليمية التعلمية فهو مجموعة من الإجراءات والإستراتيجيات التي تهدف إلى تصحيح تغارات المتعلمين بغية الوصول إلى الأهداف المتوخص يعني كتدير الدعم علش أنا مثلاً كيزيد عندي تلامت السوية ولكن يديروا عندي العرض باش أنه يزيدوا يفهموا أكثر ذيك المادة اللي عندهم في أنا واقص مثلاً عندهم نقص مادة علوم لهذا العرض كي يجيك التقييد باش يزيدوا فيهم مثلاً كيف هم واحد سبعين في المئة في القيسم كيف هم واحد ثلاثين في المئة في القيسم كي يجي عندي كي يدير عندي الدعم تيكمل ذيك سبعين في المئة وتيكون برسنتاج ديال الفهم دياله مئة في المئة عشنا هو التدبير تدبير هو عملية التخطيط الشاملة وهو التخطيط المعاقلان القائم على القواعد العلمية فهو مجموعة من العمليات المطبقة في الحق التربوي من تنسيق وتسيير بهدف تحقيق العملية التعليمية التعلمية تخطيط يكون التخطيط كما قلنا حسب الأهدف التعليمية تدبير البداغوجي يشمل العملية التربوية ككل من منهاج وبرامج وقطور إدارية وتربوية تدبير ديداكتيكي يشمل تدبير الفصل والعملية التعليمية والوسائل التي يقوم بها الزمن والمكان أنواع تدبير كي تدبير الفصل أو الإدارة وتتم هذه العملية من خلال تعاقد الديداكتيكي الذي يربط بين المدرس والمتعلمين فيما بينهم وذلك يتجلد في مطاق القسم كي تدبير فضاء الفصل ويتم عبر طريقة توزيع التلاميذ في الفصل تدبير المادة الدراسية أو العمليات التي يقوم بها المدرس من أجل التعلمات من تخطيط وإعداد وطرق تنشط وأسليب التدريس وكي تدبير وقت زمن التعلم بالنسبة للتعريف هي عملية منظمة يبلغ المدرس بواسطتها المتعلم للتلميذ مجموعة من المعارف العامة والخاصة وأشكال تفكير ووسائله وجعله يكتسبها ويتعلمها ويستوعبها وذلك باستعمال طرق متعددة بالنسبة للتعليم في المغرب هي النموذج التقليدي قائم على التلقين وكي نموذج حديد قائم على التفاعل بين المدرس ومتعلم وتعتبر هذا النموذج أهم العوامل المساعدة على جهود التعليم هو عوامل مرتبطة بالمتعلم يعني التلميذ تخصي قراء أو نرسه الأسرة هي كذلك تلعب دور المدرسة التعليم لكي توفر شرط لازمة لتعلم وكذلك المحيط دجا عرفنا أنواع تعلم تعلم بالاكتشاف تعلم بالمحاولة والخطأ بالاستبصار تعليم بالتقليد أو المحاكة بالاجتماعي بالتكرار الشرطك أنماط التعلم حسب جون برونير التعلم بالممارسة أو العقل مثل الرازم والسباحة والرياضة تعليم التصويري أو بالايقوني يقوم على استخدام الصورة يعني تعلم بالممارسة تطبيق تصويري يعني نسخدمه فيها الصورة لتلميدي التعلم تعليم الرمزي يقوم على التعلم بالكلمة المكتوبة يعني هناك تكتب يعني هذا هو أنماط التعلم حسب جون برونير عوامل وشروط تعلم النج الاستئداد النفسي والجسمي الدافعية الخبرة والتدريب موضوع التعلم ووضعيته أنواع أنواع عوائق تعلم كان عائق إبستيمولوجي دي داكتيكي يعني مصدره تعليمي أو تعاقدي نفسي يعني من نفسية ونمو عقل الطفل شنه هو الفرق ما بين تعليم والتعلم تعليم يكون أكاديمي وممنهج بينما التعلم تيكون تلقائي تعليم تيكون مرتبط بالأستدين الأستد تيكون عنده واحدة بروغرام وسيكون عنده واحدة ضوابط أكاديمية خاصة يلتازم بها باش تكون عملية التعليم على حقها وطريقها وبالتعليم عملية مقصودة وغير مستمرة لأنها تكون مقارنة بالمؤسسة وما تكون مستمرة تلميذ يقرأ من الذي يكون في داخل أصوار المؤسسة ويقرأ ويخرج من داخل أصوار المؤسسة في الغلاف الزمني المخصص ويرجع الضار يعني الضار للأبوين الضار للتلميذ يقرأ أنه يقرأ الكفاءة الكتاب المدرسي المقرر الكفاءة هي القدرة على إنجاز عمل ما انطلاقا من الخبرات والمهارات المكتسبة هي تتطلب وتوفر المعلم على الكفاءة يعني خاص المعلم يكونوا عندهم جموعة من القدرات والمهارات التعليمية باش أننا نحقق الهدف المنشود من خلال ديك العملية التعليمية والتعلمية ووصلها للهدف أول شرط هي الكفاءة ثانيا الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي يعني أي مادة يكون فيها واحد الكتاب مدرسي كي يعاون فأسهل العملية التعليمية التعلمية ما بين المعلم والمتعلم يعني التلميذ المقرر أو البرنامج الدراسي هم المحتويات والمضامين لمقرر أننا نجوز هالتلميذ ويقرأها في واحد المدة الزمنية محددة لا يريد أن نغفل على هذه المدة الزمنية يريد أن نقرر جميع على ما حاول في توقيت محدد الفرق بين الكتاب المدرسي والمقرر المدرسي الكتاب هو ذلك الحل المركب من الغلاف والعنوان المقرر هي تلك المضامين التي توجد داخل الكتاب يعني هي محتوى الكتاب ماذا هي المقاربة المقاربة كينا لغة اصطلاحا أنا سأعطي تعريف اللغة التركز عليه اصطلاحا باش يكون سائل عليكم المقاربة هي تقريب المعلومات لديهم المتعلم وتبنى على مجموعة من النظريات والأسس والبرامج كينا المقاربة بالمضامي ترتكز على أسلوب التلقيين واعتبار المدرس مالكا للسلطة المعرفية والمتعلم يتلقى مجموعة من التعلومات الجاهزة دون استعمال مالكة النقد والتفكير يعني تقوم على الحفظ وحش وعقول تلاميذ ومتدت من الاستقلال إلى نهاية السبعينة وهي اللي كتسمى بطريقة تقليدية المقاربة بالكفايات يعني الكفاية هي قدرة تدت على تعبئة المعارف الدينية والمهاراتية لمعالجة وضعية بنجاح أنواع الكفاية كينا الكفاية النوعية يعني الكفاية المرتبطة بدرس أو مادة معينة الكفاية المستعرضة يعني كفاية تدخل وفيها مجموعة من الدرس لقدرة هي عمل يدينية داخلية مرتبطة باستيعاب المتعلم للدرس رمهارة هي توظيف مجموعة من الأساليب والقواعد بطريقة فنية الإدماج هي تجميع الموارد التي اكتسبها المتعلم منفصلة إذن تعريف المقاربة يتعين وهي المقاربة التي يتعين على التلاميذ انتقاء مكتسباتهم والتمييز ما بين ما هو أقل أهمية عما أن تتيح لهم المقاربة كينا المقاربة بالأهداف يعني كيكون هنا واحد الهدف خاصنا نوصله له سواء في الجانب المعريفي نوصله للتلميذ الوسائل الديدكتيكية هي مجموعة من الخطوات الإجرائية المنظمة التي تعين المدرس على تحقيق الأهداف والطرق الأساسية الثلاثة لإلقاء الدرس كينا الطريقة الإلقائية يعني تعتمد أساسا على المدرس في تحديد موضوع الدراسة والتعليم دون إعطاء أي اعتبار للمتعلمين إذن فهي اقترنت بالأساس مع بضعجية المضامين كينا الطريقة التشاركية أو الحوارية يعني أن يكون للمتعلم نصيب للمشاركة في الدرس يعني خاص التلميذ يشارك في بناء الدرس كانت طريقة التعليم الداتي التجربية طريقة تعتمد على حوافز المتعلم وتسهيل عمليات تحكمه في التعليم منطلاقا من استعداداته وتجاربه الداتية ومبادرته الشخصية يعني هنا بحلقتي كنت أعطيه التلميذ كامل حرية أنه يبدأ في الدرس ولملع الذي يقدم الدرس الوسائل الديدكتيكية فيها بحث الصور الكتب المدرسية النصوص الخرائد النماذج العرض الأفلام الحاسوب الأقراص المدمجين يعني أي حاجة ستتعاون التلميذ فيهم كتسم وسيلة الديدكتيكية نحاول مستجد التربية والتكوين كان المتاق الوطني ظهر سنة 1999 وتم اعتماده في بداية سنة 2000 وهو منظومة إصلاحية تضم جمعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي والصيغة من طرف لجنة ملكية خاصة تشكلت من هيئات وفعالية مختلفة تربوية وهذا المتاق يتكون المتاق من قسمين رئيسيين وستة مجالات القسم الأول فيه المبادئ الأساسية والمرتكزات التابتة والغاية القبرى وحقوق وواجبات الأفراد والتعبئة الوطنية للجديد المدرسة القسم الثاني فيه ستة مجالات المجال اللول نشر تعليم وربطي بالمحيط الاقتصادي المجال الثاني التنظيم البداغوجي المجال الثالث الرفع من جودات التربية والتكوين المجال الرابع في الموارد البشرية المجال الخامس التسير والتدبيع المخطط الاستئجالي عبارة عن خطة عمل لإنقاذ النظام التعليمي المغربي من الأزمات التي يتخبط بها وبمثابة خارطة التاريق تحدد الخطوات التي يجب الالتزام بها من أجل إصلاح المنظومة التربوية وعندهم مجموعة من المبادئ المبدأ الأول يكمن في التخطيط المبارمج الذي يتسم بالتدقيق المبدأ الثاني يتضح جليا في التنفيذ الفوري للبرنامج والسريع في تطبيقه وترجمته ميدانيا الأسباب يمكن حصر الأسباب في أسباب عامة تقارير الدولية والصنفات المغرب في مراتب متأخرة في التعليم أسباب خاصة تكمن في الإصلاح التعليمي السابقة وكسد نظرية التربوية على المستوى التطبيقي ويغطي البرنامج الإصلاحي الفترة ما بين 2019 و 2012 في تقريبا 23 مشروع يتوزع على أربعة مجالات الكتاب الأبيض هو واحد الكتاب أصدرته وزارة التربية الوطنية سنة 2000 في ثمانية أجزاء وأزياد من 1930 صفحة من القطاع الكبير الرؤية الاستراتيجية 2015 2030 تقوم هذه الرؤية على توطيض المكتسبات وتطويرها وإحداث القطاع الضرورية وابتكار حلول جديدة بمقاربة للتغيير برنامج جيني وبرنامج وضعته وزارة التربية الوطنية قصدة عميم وإدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في منظومات التربية والتكوين ترجمة نانسي قنقر